طيب مين بقى المدربين اللي راحلوا عن الدولة المصري بعد 12 جولة تعالوا نشوف كابتن علاء عبدالعال كان اول الراحلين عن طلاع الجيش بعد 3 جولات فقط وتولى كابتن محمد يوسف بدلا منه نونو الميدة راحل عن تدريب فاركو بعد 7 جولات وتولى بدلا منه كابتن ايهب جلال ايهب جلال راحل عن تدريب المصري بعد 4 جولات فقط وتولى بدلا منه طارق سليمان ثم حسام حسن خالد جلال راحل عن تدريب البنك الاهلي بعد 5 جولات وتولى بدلا منه كابتن حلمي طول اخوان كارلوس جريدو راحل عن تدريب اسماعيلي بعد 6 جولات وتولى بدلا منه ايمن الجمل ايمن الجمل راحل عن تدريب اسماعيلي بعد ذلك بعد 3 جولات وتولى بدلا منه احمد حسامي احمد كشري راحل عن تدريب انبي بعد 8 جولات وتولى بدلا منه هاني عبدالله ثم تم التعاقد مع كابتن طلعت يوسف بعد كده ربيع عيسين او كابتن ربيع عيسين رحل عن تدريب اسوان بعد ثلاث جولات وتولى بدلا منه كابتن ايمن الرماضي بابا فسيليو رحل عن تدريب غز المحلة بعد 12 جولة وتولى بدلا منه عبدالباقي جمال تاكيس جونيوس رحل عن تدريب بيرامنز بعد 11 جولة وتولى بدلا منه جيمي باتشيكو وليس واللي جاي لس لس بقى فيه كلام كتير على كابتن طريق العشر في سموحه كلام كتير عن الكابتن احمد سامي كلام كتير عن اهو الكابتن ايمن الرماضي والوضع صعبا طيب